موسيقى السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أوقاتكم كل خير معمر عواد يجدد تحية لكم من هنا من العاصمة القطرية الدوحة ويدعوكم وكما جرت العادة الإسبوعية إلى حلقة جديدة من عين على قطر نستعرض من خلالها أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها الساحة القطرية خلال أسبوع خلال هذا الأسبوع صارت بعض الأخبار المتعلقة بنية قطر للبترول إدراج عدد من وحداتها وشركاتها التابعة في بورس القطر من خلال اكتتابها طبعا لم يتم الإعلان رسميا في الواقع عن هذا الأمر ولكن ما نشره وما تم الحديث عنه يتعلق بتصريحات سابقة صادرة عن الدكتور حسين العبدالله وهو رئيس مجلس إدارة بورس القطر تحدث بأن قطر للبترول تنوي إدراج أربع شركات تابعة لها برأس مال يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي ولكن خلال السنوات المقبلة لكن في الساحة القطرية حتى الآن هناك حديث بأنه قد تقدم قطر للبترول على إدراج واحدة من شركاتها التي تم الحديث عنها وتم الموافق عنها في إطار المجلس الأعلى للاقتصاد والاستثمار خلال الربع الأخير من هذا العام وذلك أيضا نحن جميعا بانتظار تأكيد قطر البترول هذا الأمر طبعا للإضاءة ربما وهي مناسبة الحديث عن هذه المؤسسة القطرية العملاقة قطر للبترول التي تعنى في صناعة الطاقة في دولة قطر يعود تأسيسها إلى العام 74 من القرن الماضي تهتم أو يعني تنهض بمجال التنقيب والحفر والتخزين والعمل في مجال الكاربوهيدرون وفيما يتعلق بمجال الطاقة بشكل عب لن أطيل عليكم فتقرير خاص كنت قد أعددت حول هذه المؤسسة العملاقة قطر البترول نتابعه وإياكم قطر للبترول مؤسسة وطنية تملكها الحكومة القطرية منذ العام 1974 وتطلع بمسؤولية جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر وخارجها بما في ذلك عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمواد الهايدروكربونية الأخرى إلى جانب إنتاج وتكرير وتخزين ونقل الهايدروكربونات ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية وكذلك الإتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها يبلغ رأس مال قطر للبترول خمسة مليارات ريال قطري وتضم هيكلا تنظيميا يتألف من إدارات متخصصة في مختلف جوانب صناعة النفط والغاز فيما تتولى وزارة الطاقة والصناعة القطرية مسؤوليات التخطيط والإشراف على تنفيذ استراتيجية قطاع النفط والغاز والصناعة ذات العلاقة في إطار السياسة العامة للوزارة وتعمل حكومة قطر من خلال قطر للبترول على تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الاحتياط والطاقة الإنتاجية من النفط وذلك من خلال الجهود المتواصلة لقوتها العاملة عالية الكفاءة لتطوير حقول النفط البرية والبحرية وتنشط قمليات قطر للبترول في مناطق مختلفة في قطر كالعاصمة الدوحة وعم سعيد ودخان رأس لفان برا وفي المناطق البحرية التي تشمل جزيرة حلول ومحطات الإنتاج ومنصات الحفر القائمة في مواقع عمليات قطر للبترول ضمن الحقول البحرية وحقل غاز الشمال قطر التي أضحت المصدرة الأول للغاز المسال في العالم ب77 مليون طن سنويا عبر مشاريع شركتيها قطر غاز ورأس غاز وشركائها العالميين عملت منذ سنوات على إقامة ميناء رأس لفان الذي يعتبر من أكبر موانئ تصدير الغاز الطبيعي في العالم نحو الأسواق الدولية والتي أبربت معها قطر للبترول عقودا طويلة الأجل مع اليابان وكوريا ومؤسسات بترونيت الهندية لتصدير الغاز الطبيعي المسال وقد وقعت قطر مقدمات اتفاقيات مع شركة كونوكو فيلبس لبيعها 7 مليون طن ونصف سنويا لإمداد السوق الأمريكي إضافة إلى بيع 15 مليون طن سنويا للسوق البريطاني وذلك مع شركة إكسون موبل وفي مجال الحماية والمحافظة على البيئة المحلية عملت قطر للبترول على إنتاج الجازولين الخالي من الرصاص وكذلك استعمال التكنولوجيا الصديقة للبيئة لتلافي مشكلات النفايات الصلبة والسائلة بكل أنواعها وتحسين بيئة العمل وجودة الهواء خبرات قطرية تطفو بين الفترة والأخرى على ساحة العمل والإنتاج أحمد الكواري وهو شاب قطري ومخترع قطري قام بابتكار جهاز جديد يقوم من خلال إجراء تطبيق على أجلسة الموبايل يستطيع من خلاله التحكم في المزارع والنبتات عبر عملية الرأي وكذلك أيضا عملية التغذية لهذه النبتات من خلال تطبيق خاص على أجلسة الموبايل طبعا لن أطيل عليكم فيما خاص هذا الاختراع وهذه التجربة سوف ندع السيد أحمد الكواري وهو المخترع القطري للحديث عن هذه التجربة وعن إمكانية تطويرها وتحويلها إلى منتجات قابلة للإنتاج وبالتالي تصديرها إلى الخارج هذا الاختراع يقوم على توفير ثلاث أشياء على المستخدم وعلى المالك بالنسبة للمزارع أولا يوفر عليه استخدام المكان الكهربائية التي تحتاج الكثير من البترول وتحتاج الكثير من الصيانة وكثير من المعدات ثاني شيء يوفر عليه جلب خزنات المياه والدفع عليها ثالث شيء يوفر عليه اللي هو العمالة الكثيرة المستخدمة في الزرع فمثال إذا إحنا مثلا في ألف شجرة ألف شجرة تحتاج لها قبل مثلا خمسين عامل حاليا تحتاج لها عامل أو عاملين بالكثير هاي الطريقة شون تضيف حق المجتمع تضيف حق المجتمع أنه أنا أقدر أرتاح أنه بمراقبة الشجر شخصيا رغبة بنفسي عن بعد عن طريق اللي هو الجوال يعني من أي مكان في العالم لو أنا زرعي في قطر وأنا في أي مكان في العالم أقدر أراغب عن طريق الجوال وأقدر أعطيني فيه مجرد أنه والله كل التفاصيل تجيك على الجوال وأنت مجرد ترسل المختص تقول لها الشجرة رغم كذا فيها كذا كذا يعني فيها مثلا الشي اللي فلاني يعني أنت تعطيه رغم الشجرة وتعطيه شنو اللي هو الموجود فيها وتعطيه شنو العلاج بعد الآن أول شي نستخدم اللي هي الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة الشمسية بعد الطاقة الشمسية سيصير مخزون الطاقة الشمسية عن طريق مخزون الطاقة الشمسية يتحول الطاقة حق اللي هو المضخة مضخة الماي أي أن كان حجمها على حسب حجم الشجرة وعلى حسب حجم المزرعة فالماي أصلا يجي من طريقة اللي هو تكثيف الرطوبة في الهواء بعدها تنتقل الطاقة اللي هو لوحة التحكم اللي تعتبر المايكرو كنترولر وتجيه طاقة تقنية الصوت الفائقة اللي هي الالترا سوند وفي نفس الوقت تروح حق المروحة وظيفة المروحة هي التهوية على الشجرة في بعض الأشجار تحتاجها التهوية سواء كانت داخلية أو خارجية وبعد بعض الشجر يحتاج أنه سقي الماء لفترات معينة فنحن وفرناها خاصيتين هاي يستخدم المالك متى شاء وحتى نحن نوفر له وظيفة التنبيه وظيفة التنبيه عن طريق اللي هو البريد الإلكتروني فبالنسبة لللي هو تقنية الصوت الفائقة تقوم على إرسال شاعات حق النبات هذا ونفس الشي حق التربة فتاخذ منها قراءات وترسلها مرة ثانية على لوحة التحكم اللوحة التحكم ترسلها وتحطها لك على شكل بيانات وترديبها على شكل نتائج وترسلها لك على الإيميل عقوة ما ترسلها عليك إيميلي ووضح لك كل البيانات وش اللي المفروض تكون ش اللي موجود وش اللي مفروض تكون الماء ش اللي موجود وش اللي مفروض يكون ويسألك الجهاز هل أنه أنا أشغل الماء ولا ما أشغل الماء إذا عطيت أنت الجهاز يشغل الماء حتى لو أنت قاعد في وين في أي مكان في العالم يشغل الماء ويضخه عن طريق المضخة الموجودة بالقدر اللي أنت به وتكفلها متى ما أنت تبغي تكفلها ونفس الشي يقول لك والله الحرارة كذا في الجو حرارة الجو والنفت هذه تحتاج لكذا حرارة الجو أنت تشغل المروحة أو ما تشغلها هاي شي يرجع حق اليوم الماء لك فنحن بهالطريقة هذي نقدر أقدر أتحكم أنا في زرعي شخصيا بنفسي أقدر أنا أرعى زرعي بنفسي أقدر أنا أرتاح أن أنا أحصى والله النبتة هذي أحسن مستوى على أحسن حالة فنطلع بالنتيجة المرجوة من اللي هو المناخ من ناحية الحفاظ على اختراع نظيف خالي من اللي هو الطاقات اللي هو اللي تلوث البيئة أو تلوث اللي هو طباغة الأوزون سواء أي أن كانت أو حتى نوفر التكاليف على المستخدم هالاختراع نعم مسجل من هذا الاختراع ويد أربع تيام مسجل في مجلس الأمان العامي دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض وإن شاء الله راح يتم تسجيله في الدول الخارجية إن شاء الله الدول العالم بالنسبة حق موضوع التسويق التسويق هذا خلال أربع تيام أنت ما تقدر تحكم كم كم الكوست اللي هو كم التكلفة اللي هي مالت الاختراع بالعكس أنت تحتاج لفترة زمنية تدرس فيها الاختراع نفسها تدرس فيها اللي هو الأشياء اللي هو التكلفة وطريقة التسويق والأشياء هذه بالنسبة حق هذا سوقه واضح سوقه واضح سوقه راح يدخل هذا راح يدخل المنازل راح يدخل الشركات راح يدخل البيوت المحمية المزارع الخارجية راح يدخل في كل مكان فهذا يحمي الشجر كله بأي أن كان مكانه جرت تجربة على الموضوع من خلال وضع ثلاث شجرات في مرحلة اللي هو التجربة كلها مختلفة عن بعض خذنا عليها تقارير اللي هم مختلفة وقارنناها بتقارير ديكاترة شخصيين على أساس اللي هو المقارنة والحمد لله طلعنا تقاريرنا مقاربة لهم بالنسبة اللي هو الجهاز الامكانية العطف الجهاز اللي هو وجهها الجهاز وحده اللي هو في حال انقطع النت كيف انقطع الانترنت أو اللي هو الموبايل سيستم اللي هو الجوال كيف أن الجهاز هل لنا راح يستمر أو ما راح يستمر في ضخ الماء أو المروحة لا طبعا لا راح على طول أول ما يتوقف اللي هو الاتصال اللي هو الهاتف النقال أو شبكة الانترنت راح يتوقف الجهاز عن ضخ الماء و راح يتوقف الجهاز عن ضخ اللي هو التهوية فيكون الجهاز آمن 100% إلى حين إصلاح اللي هو شبكة الانترنت أو الهاتف النقال راح يرجع الجهاز مرة ثانية و يطلب منك اللي هو إعادة تأهيله مرة أخرى و نفس الشي عن طريق الجوال من أي مكان في العالم شركة أعمال القابضاء هي واحدة من الشركات العائلية التي تحولت إلى النمط المساهم في العام 2007 هذه الشركة ينضوي تحت لوائها نحو 17 شركة تعمل في مجالات شدة سواء في مجال المقاولات أو في مجال التزيئة و كذلك أيضا في مجال النفط و الطاقة طبعا هذه الشركة تعتبر هي آخر الشركات الوافدة إلى ساحة التدول في بورصة قطر كما ذكرنا في العام 2007 إضاءة حول هذه الشركة في سياق هذا التقرير شركة أعمال القابضة آخر الشركات العائلية الوافدة إلى بورصة قطر بعد تحويلها إلى مساهمة عامة في العام 2007 يعود تأسيس إلى العام 2001 على يد الشيخ فيصل بن قاسم الثاني المالك لنحو 24% من رأس مال الشركة البالغ حاليا 6 مليارات ريال بينما تذهب نسبة أربعة وعشرين في المائة أخرى إلى شركة فيصل القابضة تضم الشركة تحت مظلتها اثنتين وعشرين شركة وفرعا تنشط في مجال المقاولات والضيافة والتززئة والصناعة والخدمات الطبية ويعود لها ملكية وإدارة مجمع سيتسينتر قطر فضلا عن عدد من مصانع إنتاج الإسمنت والعقارات المؤجرة ووكلات السفر تتوزع استثمارة أعمال على عدد من الشركات المحلية والخارجية من بينها شركة سيسان التجارية والأنبيب والصبات وشركة الفرزدق بنسبة 35% من رأس المال ارتفعت مبيعات الشركة بنهاية العام 2012 إلى نحو مليارين وثلاثمائة مليون ريال قطري في حين زادت حقوق المساهمين إلى 6 مليارات وأربعمائة مليون ريال بزيادة قدرها أربعمائة مليون ريال عن رأس المال الحالي بينما كانت موجودات الشركة تسجل ارتفاعا بنسبة 10% وصولا إلى 7 مليارات وسبعمائة مليون ريال في حين تجاوزت القيمة السوقية ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال قطري بنهاية أبريل نيسان من العام الحالي أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه المتابعة لحلقة عين على قطر التي سوف نتناول في القسم الثاني من هذه الحلقة توقعات وقراءة في النتائج المرتوقعة والمرتقبة للشركات القضرية في ربع ثالث من هذا العام وكذلك أيضا إضاءة على استعدادات قطر لما خص صدافة مندل الكأس العالم في العام 2022 لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا مرحبا بكم الجديدة أعزائي المشاهدين منذ حصولها على شرف تنظيم كأس العالم في العام 2022 في شهر ديسمبر من العام 2010 يبدو بأن كثير من اتحادات وحكومات العالم خصوصا الغربية منها لم تستسق حتى الآن أن يقوم هذا البلد الخليجي الصغير بتنظيم حدث كروي على هذا المستوى ومنذ ذلك التاريخ في الواقع نسمع أصوات من هنا وهناك تغمز من قنوات شتى حول إمكانية استضافة قطر لهذا المونديال في الثالث والرابع من شهر أكتوبر المقبل سوف يكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للفيفا وهذا الاجتماع سوف يكون في الواقع مصيري لما خص موعد المونديال سواء كان صيفا أم شتاء وبالتالي قطر وكما سبعنا في أكثر مناسبة هي مستعدة لتنظيم المونديال في كلا التاريخين هي استعدت على المستوى فصل الصيف من خلال إقامة ملاعب ومناطق جهة صديقة البيئة وإن كان الأمر في فصل الشتاء فأعتقد أن قطر سوف تكون قادرة على تقديم مونديال وشرف العرب جميعا بعد نحو ثلاث سنوات من اختيار العالم لقطر كي تنظم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 يبدو أن البعض من الدول والاتحاد القارية للعبة لم يستسغ حتى الآن فكرة أن ينظم هذا البلد الخليجي الصغير حدثا كرويا عظيما بحجم كأس العالم لكرة القدم فمنذ حصول هائي قطر على شرف تنظيم المونديال لم تسلم الدوحة من سيهم النقد الموجهة نحوها من كل حدب وصوب خاصة من برلين ولندن اللتان الترايان في مونديال قطر مغامرة من العيار الثقيل وحجتهما في ذلك الارتفاع الشديد في درجة حرارة الدولة المضيفة إلى نحو خمسين درجة مئوية ما يجعل من إقامة المونديال صيفا ضربا من المستحيل على الرغم من تعاهد الدوحة باستخدام أفضل تكنولوجيا العصر في تبريد المناطق والملاعب وأماكن التشجيع بينما ترى كثير من الشخصيات الرياضية في العالم أمثال بلاتر وبلاتيني وبكينباورو زيد الدين زيدان في إقامة المونديال شتاء حلا لمعضلة الحرارة فيما تعارضه الدوريات الأوروبية العملاقة التي تتزامن مسابقتها ومعد المونديال المقترح ما يضيع عليها مليارات الدولارات المتأتية من إيرانات الأندية والإعلان وحقوق البث التلفزيوني قطر التي سجلت اسمها كأول بلد عربي وشرق أوسطي يحصل على شرف تنظيم مونديال كرة القدم دون أن يكون لها مشاركة سابقة في دوراته تتطلع إلى اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا في الثالث من شهر أكتوبر المقبل والذي سيحدد مصير موعد المونديال إن كان صيفا أم شتاء ما يفتح من جديد أبواب جدل بين مؤيدا ومعارضا لقرار الفيفا المقبل ويفتح الباب أيضا أمام الولايات المتحدة الأمريكية والتي خسرت جولة التصويت الأخيرة على مونديال 2022 للضغط على الفيفا لجهة أحقية نقل مكان المونديال إلى أرضها لا يستطيع عاقل أن يسقط العنصر السياسي في الضغط الهائل الذي تتعرض له الدوحة منذ أن ابتسم لها الحظ في تنظيم المونديال فطارة التلميح والغمز من موابة الرشة والفساد المالي وأخرى لعدم اكتمال مشاريع البنية التحتية وثالثة متعلقة بالمناخ والطقس ورابعة لجهة الحرية لحقوق الإنسان والتي يرى فيها بعض المحللين تخفيا واضحا وراء عنصرية فجة واستخفاف بقدرة الدوحة على التنظيم وهي التي رصدت لنحو أكثر من مئة مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية وتستعد لإقامة أكبر وأجمل ستة ملاعب في العالم لاحتضان المونديال وتصارع العالم الآن بمفردها للمحافظة على مونديال الحلم بين يديها دون مؤازرة عربية أو أسوية تذكر لموقفها من رحلة الشتاء والصيف مرحبا بكم أزالي المشاهدين ومتابعة لعين على قطر طبعا البورصة القطرية جلسات قليلة تفصلنا عن نهاية ربع ثالث من هذا العام وبدأ الشركات بالإفصاح عن بيناتها المالية عن هذا الربع التوقعات النتائج ما هو متوقع من حركة جديدة للمؤشر هذا ما سوف أتابعه وأتناوله مع ضيفي لهذا الأسبوع المحل المالي والمستشار في الخدمات المالية لكيومبي أحمد خضري مرحبا بك أحمد نحن على بعض خطوات عن نهاية الربع الثالث إلى أي حد ترى بأنه البنات المالية يمكن تشكل رافعة جديدة في حركة السوق طبعا معمر إحنا الفترة اللي احنا فيها مختلفة عن أي فترة مضت وشاهدنا فيها حركة عادة ما يحدث أن احنا بنلاقي عمليات شراء مسبقة قبل إعلان النتائج إجمالا بتاخد حرق المؤشر وبترفع المؤشرها مثلا لفوق من موجة التفاون لكن المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة مختلفة تماما عن ما شاهدنا من قبل إحنا عندنا عاملين مهمين جدا سببوا ضغوط على السوق في الفترة اللي فاتت نعم أولا الفيدرالي أمريكي وبعض النقاش حول تقليص النسبة التيسير الكمي الأموال للتضخف التيسير الكمي لحزمة الانقاذ اللي بيسويها ودي بالتالي أثرت على الأسواق العالمية اللي من دورها أثرت على الأسواق المحلية ده أولا آآ الوضع الجيوسياسي وموضوع ضربة اللي كانت موجهة إلى سوريا اللي في الوقت الحالي احنا شايفين ان هي محطوطة على جنب في الوقت الحالي موضوع ممكن يحصل فيه تغيير في أي لحظة وبالتالي كل الحركات دي وكل التزبزبات دي بتأثر على المستثمر الأجنبي اللي كان من بداية العام هو المسيطر الأكبر على السوق واتجاه السوق في الصعود طبعا اللي احنا شاهدناه من زبادات العام وبالتالي في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي بنلاقي عمليات تخارج كتيرة قوي من قبل الأجانب بالرغم من ان احنا شاهدنا تطمين من قبل الفدرالي الأمريكي وشاهدنا ان فيه تراجع عن خطوة الدربة الأمريكية اللي تتوجه إلى سوريا وبالتالي شاهدنا صعود في السوق ولكن مع الصعود ده يستحبوا خروج للأجانب مستمر في فترة طب هاد أحمد يعني داما الأجانب الأجانب المحافظة الأجنبية يا أخي المحافظ له الحصص بسيطة يعني في الشركات بعض الشركات انت تعلم نصف في المئة واحد في المئة ليس لها ذلك الحضور وبالتالي هي اللاعب الرئيسي في السوق أين الحلقة المفقودة في المعادلة؟ هي مفيش حركة مفقودة هو أداء السوق السنة دي كان مختلف عن السنة اللي فاتت بالرغم من احنا زي ما حدتك تفضلت هي النسب بتاعته مش كبيرة ولكن النسب المحتفظ بيها والشركات التي تاخد نسب للاحتفاظ بيها للتوزعات والاستفادة من التوزعات والنمو اللي بتشهده الشركات القطرية في السنين القادمة فبالتالي الشركات المحتفظة بالأسهم ما بيقاش فيه تداول عليها فبالتالي النسب اللي بتتداول عليها اللي بيبقى لجانب محتفظة بيها متاح فعشان كده بيبقى خاطر خلينا نرجع للسوق نحنا شفنا وربما قد يكون مشاكل استثنائي لأول مرة ربما في السوق قطر منذ السنوات عمليات شراء استباقي ولاحق في الربع الثاني من هذا العام حاليا لا نستطيع نتحدث عن عمليات شراء استباقية هل تتوقع ان تكون عمليات لاحقة باستفادة من النتائج؟ بالضبط هو ده هو ده في اعتقادي اللي يحصل ولكن لن تكون فقط للاستفادة من النتائج بالعكس هي تبقى عمليات بناء مراكز للاحتفاظ بها لانتهاء العام يعني نشوف العشرة تلاف المجديد؟ والله يعني في المرحلة اللي احنا فيها دي والارتدادات اللي احنا شايفينها في كل اسواق لا لا نستبعد ان احنا نشوف تبعية للموضوع ده ونشوف ان احنا بنتبع كل الاسواق وبنتحرك الى حركة صعودية. بالزات ان احنا لو بصينا للمؤشر ملاحية فنية مؤمر هنلاقي ان احنا الهبوط كان قوي جدا وبالتالي عادة لما بيقى فيه هبوط قوي جدا بياليه صعود قوي جدا وهو ده اللي بيحصل في المؤشر في الحالة اللي احنا فيه. طيب احمد خلنا نحكي عن قطاع المصارف كون هو العمود الفقري في السوق باستثناء كيومبي لانه ايه هو وضعه الخاص في السوق? اه كيف تشوف او بتنظر لهذه النتائج المالية البعض انه عم يشكك انه ما تكون فيه نتائج قوية للبنوك شو رأي. بالعكس انا شايف ان النتائج هتبقى فيه اه فيها ايجابية وشايف ان النتائج بتاع البنوك ممكن تتروح ما بين النمو وما بين سبعة العشرة في المية في الربع التالت. ودي كانت مدعومة طبعا من قبل القروض الحكومية اللي شاهدنا فيها طبعا في اخر البيانات للبنك المركزي شاهدنا فيها زيادة جيدة وبالتالي دي هتستفيد منها كل البنوك بشكل بشكل واضح. طب بالنسبة للقطاع الصيني على البيترو كاميكالزي شفنا انه تراجع في اسعار الخام اسعار اليوريا والامونيا وبعض المتاهرة بترولية ما تزال حتى الامن خفضها. كيف ممكن تأثر على اسهم قيادية في السوق? طبعا على على صعيد كل الاسهم اللي هي علاقة بالبيترو كاميوية الصناعية في المنطقة كلها لن يكون في خطر بالتحديد. انا في رأيي ان احنا هنشوف برضو تراجع الربع ده. وده راجع لزي ما تفضلت التراجع الملخوز في اسعار البيترو كاميكالز واليوريا في المرحلة اللي احنا فيها ولسه ما شاهدناش ان في عملية من الارتدادة حصلت في الاسعار وبالتالي دي هتأثر بشكل سلبي على النتائج. احمد قديش في نا فينا الراهن على العنصر المحلي وتحديدا المحافظ. محافظ الوطنية ومحافظ الشركات انه ترجع مرة اخرى للسوق وتلعب دور صمام امان بالفترة اللي كانت يا منكفية عن السوق. والله انا اف رأيي ان هي ما خرجتش اصلا من سوق بالعكس احنا لو لا المحافظ المحلية ما كان ممكن نشوف مؤشر سوق قطري في في الانخفاض القوي اللي حصل في السوق. نعم. اه يكتاز مستويات التسع تلاف كان من الممكن هو يوصل غاية مستويات التمت تلاف وتمنمائة. مش هانا اجد لك انا صمام امان. بالزبط هم فعلا هو ده اللي عمله والدخول اللي عمله من قبل المحافظ المحلية هي دي قدت دعم قوي طبعا السوق في المرحلة اللي سبقت اللي كان فيها خطورة جدا على المؤشر ان احنا نخش في مرحلة يبتدي يبقى فيه عمليات بيع اه من الخوف ودي طبعا بتقدي للمؤشر بنشوف عمليات ممكن نقول نسميها انه هو انهيار للسوق. وده طبعا ده اكتر حاجة بت 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 بتخوف المستثمرين وبتخليه يخرج بشكل مخيف يا. في نهاية هذا اللقاء الاسعني الى اشكرك احمد خضري وانت امسو شهر مالي في مجموعة كيومبي الخدمات المالية. شكرا على هذا اللقاء وعلى هذه الاضاءة وما هو متوقع من السوق المحلي في المرحلة المقبلة. شك شكرا على احمد. عزيزي المشاهدين بهذا اللقاء تكون حلقة عين على قطر لهذا الاسوق قبل وصلت الى اخير محطاتها في الاسبوع القادم نلتقي. الى اللقاء.